وكريم بدنا نروح لنتحدث بصورة سريعة عن هذا المنتخب وأكثر نتحدث أيضا عن وجود المنتخب في آسيا في لماذا اخترنا لماذا اخترنا إيران أو لماذا تم اختيار إيران طيب المنتخب الوطني في آسيا المنتخب الوطني أو المنتخب الشباب في آسيا رح يكون بداية البطولة في شهر ثلاث في واحد ثلاث طبعا المنتخب مثل ما حكينا رح يواجه المنتخب الإيراني وديا يوم غدا ويوم الأحد المقبل لماذا إيران لأنه كأساس للشباب حكينا أنه سيكون في واحد ثلاث طيب المجموعة من على هذا الأساس المنتخب وقع في المجموعة مع عمان كوريا الجنوبية وطاجكستان وبالتالي فإيران قريبا من أو من من اسلوب لعب الثلاث فرق في هذه المجموعة يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني وبالتالي احتماليات إنه نتأهل هو احتمال كبير إذا استطعنا أو إذا نافسنا بجدية كوريا الجنوبية اللي معنا هاي خبرية يعني حلوة كوريا الجنوبية أكثر فريق التوج بهذه البطولة عشر ألقاب التوج كوريا الجنوبية صاحب النسخة أو بطل النسخة الماضية هو المنتخب السعودي صاحب لقب النسخة الأخير وإن شاء الله النسخة هاي كمان يكون الأردن ويكون أو يكون فريق عربي ترجمة نانسي قنقر